تس 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 هذا الفيديو مجددا ليوسف أخييي. شكرا لك يوسف على أن تكون مجددا سأكون مجددا بك في السمك آمل أن تستمع هذا الفيديو شكرا أهلا بك في الحلقة الثانية من كورس القواعد أنا اسمي أحمد حسن وانت تفرج على LD Academy في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الـPresent Progressive أو الـPresent Continuous بس في حاجة نسينا نتكلم عنها وهي إمتى أستخدم Verbo To Be وأنهي جزء من Verbo To Be أستخدمه مع أنهي سبجيك. إحنا عندنا 7 Pronouns أو سبع ضمائر اللي هم He, She, It, I We, They, You سبع. أستخدم أنهي مع كل واحد من دول. إحنا عندنا Verbo To Be بيتكون من ثلاث أجزاء في الـPresent بيكون ثلاث أجزاء Am, Is, Are طب بستخدم أنهي واحد من مع أنهي نوع من الـPronouns بالضبط لو سبجيك بتاعي أو الـPronouns بتاعي He أو She أو It في الحالة دي هستخدم Is فأقول He is وطبعاً الفورم بتاعة الـPresent Progressive إنه Verbo To Be plus Verb plus Ing فلو عايز أقول مثلاً هاقول He is playing He is playing وبستخدم Are في حالة لو سبجيك بتاعي هو عبارة عن We, They أو You. ففي الحالة دي هقول They are playing We are playing You are playing أما ما في حالة Am فدي بستخدمها مع I هاقول I am cooking I am shooting وهكذا طب تعالك نعمل الـExercise ده مع بعض ونشوف هتعرفت حالة الـQuestions دي ولا لا لو عايز أسألك انت بتاعمل إيه هاقولك What you doing ها What إيه برافو عليك هاقولك What are you doing What are you doing طب لو عايز أقولك مثلاً Where is علي I for him أحط إيه هنا في الجاب دي أو في الفراع ده Exactly I am looking for him I am looking for him I am looking for him معناها ان انا بدور عليه Look for هنا ده فريز الـVerb معناه انك انت بتدور أو بتبحث عن شيء معين طيب ده بتنسبة للجزئة الاولانية وكان نكون خلصنا الـPresent Progressive ندخل بقى على الـVerb اللي بعده هو الـPresent Simple اللي هو المضارع البسيط يعني تخيل كده معي انك انت كل يوم تصحى الصبح وتشرب فنجان القهوة بتاعك أو تاكل الكيكة بتاعتك أو مثلاً تخسل وشك أو تخسل سنانك الحاجات دي كلها عادات يومية انت بتعملها كل يوم عملتها مبارح وهتعملها النهاردة وهتعملها بكرة فهي حاجة بتتعمل In general There are things that you do in your life generally Or in your daily routine In your general life في حياتك العامة أو في روتينك اليومي When you talk about something that you do in general لما تكلم عن حاجة انت بتعملها في العموم أو بشكل عام You need to use the present simple بتستخدم المضارع البسيط ومثلاً لو عايز اقول ان انا بشرب فنجان القهوة بتاعي كل يوم الصبح أو المبصحة ممكن اقول I have my cup of coffee everyday in the morning I have فالفورم دي هي فورم ال present simple والفورم بتاعت ال present simple بمنتعة البساطة هي التصريف الاول للفعل أو the first form of the verb يعني الفعل بدون اي اضافات أو ممكن اضاف له S أو ES ودي هنتكلم عنها بعد شوية فلو عايز اقول مثلاً ان الممرضات اللي في المستشفيات بيعتنوا دايماً بلدكاترة هقول Nurses take care of patients Nurses take care of patients فانا حطت الفورم بتاعي take care من غير ما ادفلها اي حاجة علشان دي فورم ال present simple طب ليه اصلاً استخدمت ال present simple هنا ايوه بالضبط برافو عليك عشان احب لتكلم عن حاجة في العموم something in general ودي حاجة الممرضات كلهم بيعملوها بشكل عام مع كل المرضى فمدام حاجة في العموم يبقى استخدم present simple كذلك برضو لو انت واحد بتحب السفر وكل weekend بتسافر يا باختغ طبعاً انت محصص قوي مثلاً هنقول ان انت بتحب تسافر كل اسبوع في weekend ممكن تقول I usually travel I usually travel at the weekends I usually travel at the weekends يعني دايماً انا بسافر في الاعطالات الاسبوعية او في اجازة نهاية الاسبوع يا باختك طبعاً فعشان دي حاجة انت بتعملها في المطلق او في العموم مش لانت تكون بتعملها حالاً بس انت بتعملها بشكل منتظم ففي الحالة دي هتستخدم present simple او المدارة البسيط بس خلي بالك مش دايماً بنستخدم الفورم بتاعة present من غير ما نضفلها اي حاجة احياناً بنضفلها s او es طب امتى بيحصل الكلام ده بيحصل لما يكون الـ subject pronoun بتاعي فاكر لما كلمنا عن pronouns قبل كده ولا نسيت هنسم كلمة عنها من شوية بالظبط كده لما يكون الـ pronoun بتاعك ye she or it you use the verb plus s or es طب امتى بستخدم s بقى او امتى بستخدم es هل ليها حالات معينة ايوة ليها حالات معينة وبسيطة جداً بممتعة البساطة لو عندي الـ verb بتاعي بينتهي بحاجة من الحاجات دي ما تحطلوش s بس لكن بتحطلو es طب ايه الحاجات دي s h c h s s o x لو الـ verb بتاعك بينتهي بحاجة من الحاجات دي يبقى بتضفلو es طب لو بينتهيب ايه حاجة غير الحروف دي بتحطلو es بس عادي he finishes she dresses he goes she watches اي حالة عكس الحالات دي بتحط s عادي وده مرضو في حالة لو subject he she or it فاقول مثلا he works she eats she talks he wants وهكذا في حالات تانية مختلفة شوية ممكن احط فيها i e s وخلي بالك عشان دي شائكة شوية محتاجة بينك شوية تركيز لو الـ verb بتاعك بينتهي بـ y بس خلي بالك وحط تخط تحت الجزئية اللي هقولهلك دي عشان مهمة جدا لو الـ verb بتاعك بينتهي بـ y وقبل الـ y دي مفيش vowels في الحالة دي هتشيل الـ y وتحط i e s زي study مثلا فاقول she studies ففي الحالة دي هتشيل الـ y خالص وحط بدلها i e s طب لو عندي اخر الـ verb y بس في قبلها vowel ينفع شيل الـ y اقول لك لا ما ينفعش قدام في قبلها vowel يبقى بتحط s بس مبتضفش اي حاجة ولا بتشيل اي حاجة تحط s بس عشان الـ vowel اللي قبل الـ y بيخلي ما ينفعش يبقى فيه أصوات متحركة ورا بعض فلازم تروعي الجزئي دي وتاخد بالك منها كويس جدا طب الـ negative form بتاعة الـ present simple هي e بممتعة البساطة انت بتستخدم حاجة من اثنين ياما تستخدم doesn't ياما تستخدم don't طب امت بتستخدم doesn't وامتا don't ممكن توضح لي الجزئي دي الموضوع بسيط جدا فاكن لما قلنا ان مع he و she و it بستخدم الـ verb plus e s نفس الحكاية لما يكون عندي الـ subject بتاعي he she و هنا في الحالة دي هو ايه؟ هو do فبقى ضفلها e s فتبقى does ده بممتعة البساطة جاءت منين does جاءت من الحتة دي do عادي و ضفتالها e s بقت she does or she doesn't في حالة negative اما بقى لو استراجك بتاعك i, we, they or you in this case you should use don't تستخدم don't فتقول I don't like ice cream I don't go to work on Fridays حاجات زي كده بقى في بعض الـ verbs ما بيجيش غير مع الـ present simple اذا بالـ verbs دي زي ايه؟ apologize suggest refuse agree الحاجات اللي شبه كده وبرده promise ما تنسهاش ما ينفعش الـ verbs دي قبل ان تستخدم في الـ present progressive لازم استخدم في الـ present simple ما ينفعش تقول مثلا I am promising ما ينفعش تقول مثلا I'm advising I'm insisting ما ينفعش بس نقول I insist I advise I promise I refuse I agree في صيغة الـ present simple وبس وكده يكون خلص حلقة النهاردة ما تنسهاش تعمل لايك وتشترك في القناة لو بتشوفنا على يوتيوب أو تشترك في الإزاعة بتاعتنا على منصة أنغامي علشان تتابع كل الفيديوهات أو كل الحلقات اللي بننسلها في سلسلة الـ grammar في أبسط صورة أنا اسمي أحمد حسن أنا أعرف أنه ساعدك ما تنسه شوزك على الفاضي و أنت تكلم إنجليزي